شركة ناقلات نفط الكويت انشأت في سنة 1957 كشركة خاصة حكومية وبعدين استحوذت الحكومة على الحصة كاملة وصبحت الناقل الوطني لدولة الكويت في جميع النفط الخام والمنتجات البترولية الشركة تملك في الوقت الحالي 31 سفينة منها 11 سفينة للنفط الخام ويطلق عليها VLCC وهذه مختصة في نقل النفط الخام عندنا 15 سفينة للمنتجات وعندنا 5 سفن لنقل الغاز طبعا الكويت لما تبني سفينة أو شركة النقلات لما تبني سفينة يكون بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية وقطاع التسويق تحديدا لنقل المنتج لبعض الأسواق هذا ما يحصر شركة نقلات نفط الكويت في نقل منتج أو نقول النفط الكويتي والمنتجات للأسواق فقط لا نحن نشتغل على ربحية فاليوم لما نشوف أن هناك فرصة أن ننقل النفط الخام عن طريق سفنة رح ننقلها عن طريق سفنة إذا شفنا أن هناك ربحية أكثر أن نأجر السفن لزباعا في السوق ونأجر من السوق نسوي نفس الشيء عندنا تقريبا نحن بالنفط الخام نستخدم سفنة تقريبا بـ 35% المنتجات نتكلم عن تقريبا 60% إلى 65% من كلال سفنة